ورجعنا لكم من الفاصل و تمام كده احنا كنا خلصنا الكاسترد وصبناه علشان يبرد شوية وصبنا الكفتة على النار تتسبك بالسلسة اللي هنسقي بيها الفتة دلوقتي هسقي بس الشرب التوست بشربه هذه الشربه وهروح حط عليها لا الاول حطفي على السلسة اشيلها اجيبها جنبي في الاول انا عايز احط حبة سلسة على العيش نفسه دايما كانت والدتي لما بتعمل الفتة دي كانت دايما بتعمل ايه بتعملها بيدا بتعملهاش بسلسة لحد ما في اختي مره لا اصغر مني قالت لي لا لا تعالي نجربها بالسلسة انا دقتها اطعمها احلى عملناها بالسلسة كانت احلب كتير قوي اوي من يومها وانا بقيت ما بعملش الفتة غير بالسلسة هادي كده هفرد 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 الهي الارز كده تمام كده هادي الرز دلوقتي طلع عليه الكفتة عايز احط واحد هنا ايوه كده ريحتها ريحت التوم بالخل حط عليهم بقى صوس حلوتها في الصوس اللي عليها دلوقتي هزينها باللوز وحبت بقى دونس تمام كده نبقى قادي الفتة جاهزة دلوقتي هجيب الجلاش هفتحوا ممكن ابعد الطبق عايز ااخد واحد اثنين تلاته اربع طبقات جلاش هشيل الباقي كده نشيل الرز من هنا ببتدي نشتعل اول حاجه ها قطع عايز اقطع الجلاش على مربعات عايز اقطع لنفسي عايز اقطع لنفسي عايز اعمالي هم مربعات كده هادي هتعمليهم مربعات وبعدين هشيل الحبة دول هاجيب جنبي التري او الفرنة بتاعت الكوب كيك دلوقتي هدهن كل خرم او كل واحدة كوب كيك او موفن كل فتحه هدهنها بالزبدة وشرحوا طبعا زبدة سايحه شرحوا الورق بتاعنا بتاع الجلاش هعمل ايه هحط اول واحدة كده وحط جواها واحدة تانية وتحاولي تلغتي عليهم هحط واحدة كمان واحدة تانية هنعمل نفس الحكاية وحاليها طبقه تانية كل واحدة هتعمليها تلات او اربع طبقات ده يرجعلك اهم حاجه انك تحطي بين كل طبقه والتانية حابة زبدة ايدي كده احلى حاجه ان هما ما بيبقى لهمش شكل محدد ولا منمق ايدي هنا ايدي هنا ايدي التانية وادي ثالث واحدة نقرب بس بي نحط ثانية وادي واحد وادي ورقتين وادي ثلاثة احنا هندخل الكلام ده في الفرن ما بتاخدش حتى خمس دقائق هتفتح عليها الفرن من فوق وادي ثاني ورقة وادي ثالث ورقة هدخلها الفرن هتاخد خمس دقائق بالظلط عبال ما تكون جهزت اكون انا ايه دميت اللي عندي طبعا اي بواقي بتفضل ما بترميهاش بتخليها بقدر استعملها مثلا ممكن اعمل بيها ام علي الفرفيت الصغيره دي لو حمصناها ودخلناها الفرن وحطتيها وحطتي عليها مكسرات ولبن وحبت سكر او عسل او لبن مكسف وعملتي ام علي حيطلح حال واوي بجلاش خلونا دلوقتي نرجع نقولكو عملنا ازاي الفتة الفتة جبت اول حاجة توست ناشف ممكن يبقى عيش سن او اي يعيش عندك باية ناشف او تقمر يعيش ونحطهم في القعر ده هتحطيها على جنب بالنسبة للصالصة عملناها النهاردة بالكفتة بدل ما اعمل لحمة مسلوقة الكفتة خدتها الجهزة حمرتها وبعدين في نفس الحال لو هي موجودة بعد ما اتحمرت ما بس بهاش تتحمر على اخرها انا بديها بس لون من بره لان بس بها تكمل سوى في الصالصة نفسها اول ما بلونها بيلون من بره بروح حط شرايح التوم مشوحها تشويحة سريعة وحط عليهم الخل اول ما يغلي حطي عصير الطماطم بيبقى عبارة عن 3 طماطميات حبة مية ومعلقة صلصة كبيرة وتقلبيهم وتحطي ملح وفلفل لحد ما الصلصة تتسبك تكون الكفتة كملت سوى هتروحي فردة الرز اللي انت عامله زي ما اي ست بيت بتعمل الرز كل كباية رز لها معلقة سمنة وكباية مية هتحطي سمنة تتسيح هتقلبي الرز تقليبة وتحطي عليه المية وملح يبقى قوى تسيبيه على النار يتشرب ميته وتنقليه على العين الصغيرة وتوطي عليه لحد ما يكمل سوى هنحط بقى طبقه الرز على مش هنحط طبقه الرز هنحط الاول شربه على العيش وبعد الشربه هناخد من الصلصه اللي احنا حضرناها هنحط حبه بعدين نفرد الرز وبعد الرز نبتدي نرس الكفتة بالصلصه والبكسرات والبقدونس بالشكل ده هاروح اشوف الليف الفورن تمام زي ما احنا عايزينها مقرمشة من بره ايه 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 دي كده هجيب معلقة خليونا نرجع ونقول عملنا ايه في الكاستر او عملنا ازاي هنعمل الحلو ده حطيت اول حاجة اللبن يغلي حطيت كوبايتين لبن وعليهم قد معلقتين كاستر وعليهم حبة سكر في الاول حطيت اللبن يغلي وخليت حبة من اللبن معايا حطيت فيهم دوبت فيهم الكاستر وبعد كده اول ما اللبن غلي رحت حطي الكاسترد عليه والسكر وقلبته ولازم تقلبي على طول وبسرعه علشان الكاسترد ما يكاكعش كده هحط طلوقتي الكاسترد في الباقي في اخر واحده عايزة استعمل هجيب بس انا كنت مجاهزة عسل من قبل كده نسقي من بره العسل ده علشان بس يخلي الجلاش طعمه مسكر هنحط حبة مانجا ممكن تحطي اي نوع فاكهه انت بتحبيه انا النهاردة اخترت اني احط المانجا وهو ده الحلو اللي يبقى بعد الفطار لما الكل بيبقى سائع ممكن تخليه في الدلاجه بيبقى حكاية هرش دلوقتي بحبة فصدق يدينا شكل حلو اشيل بس ايه من حواليه هجيب الطبق بسم الله الرحمن الرحيم كده يبقى الحلو بتاعنا جاهز يجنن كده يبقى احنا عملنا كبيات الجلاش بالكاسترد وعليها المانجا وكمان عملنا جنبها فتة مصري بس بطريقة جديدة سهلة وسريعة اتمنى ان الاطباء تكون عجبتكم واشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة اشتركوا في القناة